السلام عليكم متتبعين قناة مرحبا بكم في صفحاء الثالثة والستون من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس من التعليم الابتدائي اليوم إن شاء الله مع ظواهر لغوية في الصرف والتحويل تصريف الفعل المعتلي بالأزمنة الثلاثة الماضي المدارع ثم الأمر أقرأ وألاحظ الأماكن العمومية كنز وطني وضعه الأجداد نال الاهتمام من الأولاد والأحفاد الذين سعوا إلى المحافظة عليه إذن هنا هذه الأفعال التي كتبت بلون مغاير فهي أفعال معتلة إذن هنا وضعه وضعه فهو معتل الأول وهنا نال معتل الوسط وهنا سعوا أي فعل سعى معتل الأخير إذن نقول معتل الأول يسمى المثال والمعتل الوسط يسمى الأجوف والمعتل الأخير يسمى الناخص لا نحلل أقرأ الجذول بتماعون وحسن انتباه الفعل المثال وضعه في الماضي نقول أنا وضعت أنتما وضعتما أنتم وضعتم أنتن وضعتن هم وضعوا في المدار نقول أنا أضع أنتما تضعاني أنتم تضعون أنتن تضعنا وهم يضعون نسبة للأمر نقول أنت ضع أنت ضعي أنتما ضعا أنتم ضعوا أنتن ضعنا نسبة للفعل الأجوف نالا الماضي نقول أنا لنلتوا أنتما نلتما أنتم نلتم أنتن نلتنا هم نالوا نسبة للمضارع نقول أنا أنال أنتما تنالاني أنتم تنالون أنتن تنالنا وهم ينالون بالنسبة للأمر نقول أنتن نال أنتن نالي أنتما نالا أنتم نالوا أنتن نلنا أما بالنسبة للفعل المعتل الناقص نقول أنا سعيت في الماضي أنتما سعيتما أنتم سعيتم أنتن سعيتن وهم سعوا في المضارع نقول أنا أسعى أنت تسعين أنتم تسعون أنتن تسعين هم يسعون أما في الأمر نقول أنت إسعى أنت إسعي أنتما إسعيا أنتم إسعوا أنتن إسعين ذا نمر للإستنتاج بالنسبة للفعل المعتل المثال يحدف أوله في المضارع والأمر غالبا وجد يجد جد أما بالنسبة للفعل المعتل الأجوى في ذا سكنا آخره حذف وسطه قلت قل يقلنا أما بالنسبة للفعل الناقص نقول إذا اتصل بواوي الجماعة أو ياء المخاطبة حذف حرف علته فإذا كان حرف الأساسي الثاني مفتوحا مثل رمى ويسعى يبقى على حاله رمى يسعين وإذا كان حرفه الثاني مضموما مثل يدعو أو مكسورا مثل يرمي فإنه يضم مع الواوي ويكسر معالياء مثل يدعون تدعين يرمون ترمين ويحدف حرف العلة إذا كان ألفا متصلا بتاء التأنيت المثل ساعة ساعة الآن نمر إلى أطبق أحول الأفعال الآتية وصل فهذا فعل معتل مثال نال فعل معتل أجوف رديا فعل معتل ناقص حسب الضمائر أنت هي نحن أنتما في الأزمنة الثلاثة يعني في الماضي والمضارع والأمر بالنسبة للفعل وصل نقول في الماضي أنت وصلت هي وصلت نحن وصلنا أنتما وصلتما أما في المضارع فنقول أنت تصل هي تصل نحن نصل أنتما تصلاني أما في الأمر نقول أنت تصل وفي أنتما صلا إذن هي غائبة لا يمكن أن نأمرها وأن نحن كذلك لا يمكن أن نأمر أنفسنا إذن نقول أنت تصل أنتما صلا بالنسبة لفعل نال هو أجوف نقول في الماضي أنت نلت هي نالت نحن نلنا أنتما نلتما بالنسبة للمضارع نقول أنت تنال هي تنال نحن ننال أنتما تنالاني بالنسبة للأمر نقول أنت تنال أنتما نالا أما بالنسبة لفعل رضية وهو فعل معتل ناقص نقول في الماضي أنت رضيت هي رضيت نحن رضينا أنتما رضيتما بالنسبة للمضارع نقول أنت ترضى هي ترضى نحن نرضى أنتما ترضياني ما فيما يخص الأمر فنقول أنت إرضى أنتما إرضيا لأن نمر إلى استثمر أولا آتي بماضي كل من الأفعال الآتية يزول يعرى ينوب يسري يعوي يعيي إذن هذه في الحصة الثانية إذن فماضي الأفعال هدينا يزول زالة فهو أجوف يعرى عريا فهو ناقص ينوب نابى أجوف يسري سريا فهو ناقص يعوي عوى ناقص ويعي وعى فهو فعل معتل ناقص ثانيا آتي بمضارع كل من الأفعال الآتية رعى عفى شقيا نجا شوا يشوي نجا ينجو شوا يشوي ثالثا آتي بأمر كل من الأفعال الآتية وثبى خاف رمى نجا نوى وفا إذن أمر كل من الأفعال الآتية لذين وثبى ثب خاف خف رمى إرمى نجا أنزو نوى إنوي ووفا في ترجمة نانسي قنقر